بسم الله الرحمن الرحيم معكم الدكتور مصطفى عبد المهيمن دكتور بقسم الهندسة الميكانيكية جامعة الملك خالد إن شاء الله هنتناول مع بعض بالدراسة مقرر الآلات الهيدروليكية وأنظمة طاقة المواقع هيدروليك ماشينز اند فليود باور سيستمز هذا المقرر يتم تدريسه بقسم الهندسة الميكانيكية في المستوى التاسع بكلية الهندسة جامعة الملك خالد نبدأ معا بالباب الأول والذي يتحدث عن مقدمة للآلات الهيدروليكية Introduction to Hydraulic Machines في هذا الباب سنتناول بالدراسة Classification of Hydraulic Machines Hydrological Cycle Hydro Power to Electric Power How to Change Hydro Power to Electric Power Types of Hydro Electric Installation Types of Hydraulic Turbines Types of Hydraulic Runner of the Hydraulic Turbine Runner Comparison between the Hydraulic Turbines وSpecific Speed وتعرفها التي تعتمد في حسابها على الطاقة ثم Classification of Hydraulic Turbines ترجمة نانسي قنقر